فالطلب انه الجماهير الاسماعيلي خلاص مفيش بد غير ان انت تصبر بقى انت فاضلك لسه 72 نقطة ف24 مباراة الدوري 34 مباراة انت خلصت عشرة لسه الدنيا طويلة اوي بس محتاجة ايه تكاتف تركيز تماسك وابوس علاء دين مجلس ادارة النادي الاسماعيلي من اول سيادة الرئيس المهندس يحيى الكومي لحد اصغر اهدو ارجوكو المجهود اللي بتطلعوه في التصرحات الصحفية والاعلامية طلعوه جوا مجلس الادارة وطلعوه جوا النادي يعني الجهد اللي انتو بتبذلوه عشان تطلعوه في البرامج وتطلعوه في المواقع وتطلعوه في المش عارف ايه حتى عندنا احنا هنا يعني اه خلوه احسن للنادي خلوه للفريق عشان الدنيا تمشي وعشان جمالية الاسماعيلية تتبسط واللي كان زعلام مني من الاسماعيلية دلوقتي يعني مش هقول مدين بالاعتذار ليا لما انا دقت نقص الخطر من اول مباراة في الدورة كانت مع الاهلي اربعة صفر اول مباراة قلت حزاري خلي بالكم الموقف خطر الاسماعيلي كده يقلق الحاقه قبل ما كل شوية نقول الاسماعيلي 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 قد احنا بقانا بعد عشر مشاط بنقول تلاتة بنت و تلاتة جوان الاسماعيلي ما جابش ما سجلش هدف في الاسماعيلية بس برجع عديلك الامل تاني اقول لحضرتك فاضلك اتنين وسبعين مقطة ده انت لو خدتهم على العشرة اللي معاك تاخد الدور العاق في اكتر من كده بقى كمان مش تنزل تاخد الدور العاق وهاب جلال لما جي السنة اللي فاتت كسب تمن تسع مقطة وربعة ده خدت خد اربعة عشرين او سبعة عشرين نقطة وربعة فرقوا جدا مع النادي الاسماعيلي بس كان عنده عشرة بنت لما مسك كان عنده عشرة بنت انا فاكر كويس فرجاءا كده جربوا طب يعني انتوا جربتوا كل حاجة جربتوا ان انتوا تتكلموا كتير وجربتوا ان انتوا ترغوا كتير وجربتوا ان انتوا تغيروا مداربين طب جربوا حاكتين وتعالوا نتقابل بعد شهر وتجاهز يستقر ما تجربوا بس مش عايز منكو غير ده لو مش عايزين انتوا احرار لانه انا دايما بقول في برامجي انا برامجي في الازاعة انه التاريخ ليس له مكان في كرة القادة ابدا اه تفضل تقول اه اه انه خد بطولة كزا وانه خد بطولة كزا ده هايل وانا واحد اه انا حبيت الاسماعيلي ليه وانا عندي عشر سنين سنة سبعين الاسماعيلي فرحني بكاس افرخي فالي جانب اهلويتي حبيت النادي الاسماعيلي ده اللي حبيبني في النادي الاسماعيلي انه اول فرحة وكات الكورة متوقفة في مصر كان بقى المعلم عصمان احمد عصمان والناس الكبار دول يعني اللي خدوا على عاطقهم انهم يعملوا حاجة اسماعيلي اسماعيلي فبانوا النادي فالنادي نجح وقبلها كانوا اقت بطولة الدورة ستة وستين سبعة وستين ولعب اعتبروا بطل الدورة العام في البطولة الافريقية وكسب الانجربير وكسب كوتوكو وكسب اسماء كبيرة جدا 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 نادي الاسماعيلي لكنه لا وجود للتاريخ في كرة القدر الا اذا انت حافظت على التاريخ ده زي مثلا النادي الاهلي هو عن طريق فبيفضل يزود امكانياته بيفضل يجيب لعيبة يبقى عنده استقرار اداري يبقى عنده استقرار فني يعني مثلا الكلام دلوقتي على بيت سمو سيمان انت سامح حاجة بتسمعش حاجة خالص يعني والكواليس كلها خلاص الدنيا بتترتب بتتستف عشان الراجل يوقع وتمام التمام وفي حالة من الرضا لكنه فيه طايم معين فيه توقيت معين عشان يعلنوا فيه وعمل نجاحات اسطورية اسطورية مسيماني عامل نجاحات اسطورية في النادي الاهلي اسطورية في النادي الاهلي على الوقت اللي اشتغل فيه ومع ذلك لك جمهور يضغط يقول لك جدده ولا حد يقول لك ماشو لا 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 فيه ادارة شغالة بترتيب بالنظام هي ما عنداش اخطاء اكيد عندها اخطاء لكن الشغل الجماعي يدوب هذي الاخطاء اي حد في الدنيا عنده الاخطاء لسنا انبياء ابدا لسنا انبياء اسمعيل ابو جريشا وسيد عبد الرازق وانوس والسناري والسقه وحسن مختار ورضا وشحتة والعربي واميره وافضل اعدي لك بقى اسماء وهندي وابو امين ودابو افضل اقول لك افضل اقول لك وعد لك وبعد كده حازم وعمد سليمان محمود جابر وعلي اغا وحمد نوح وحمد الرومي افضل اعدي لك وبعد كده بركات واتاكا والنحاس والشاطر اخد بقى عندك للصبح احمد فاتحي وحسن عبد الربو وعلى ابو جريشا ومحمد ابو جريشا وصراح ابو جريشا عدي زي ما انت عايز اسماعيلي اول من ادخل الفرحة على قلوب المصريين وليس المصريين فقط بل العرب اجمع اول بطولة افريقية للعرب وللمصريين كان اللي اسماعيلي قادي الناجمة على ابو جريشا اللي خارج اللي اسماعيلي دلوقتي ليه ما تعرفش لكن ماشي انا موافقك على اختياراتك يا جمهور ما تضغطش من فضلك يا مجلس ادارة ما تتكلمش من فضلك يا كابتن حمد ركز في عملك فقط لا غير مش هتكلم اكتر من كده على النادي الاسماعيلي